تهريب العملة الأجنبية إلى خارج العراق تعددت وسائلها وأدواتها وأشكالها ومنها البطاقات الإتمانية المصرفية فعلى الرغم من محاولات وزارة الخزانة الأمريكية الحد من عملية تهريب البطاقات عبر التعليمات أصدرتها للبنك المركزي في العراق إلا أن هناك أعدادا كبيرة منها خرجت بشكل أو بآخر إلى دول الجوار ولسيما إيران وسوريا تهريب العملة الأجنبية تتم عبر تعبئة الجهات المهربة عشرات البطاقات بمبالغ كبيرة من الدينار العراقي وتحويلها إلى دولار بسعر الحكومي الرسمي في الخارج لتتمكن هذه الجهات من سحب أموال متفاوتة من عملة الدولار في دول الجوار مستغلة فرق العملة تهريب العملة الأجنبية بالبطاقات المصرفية عبر ميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة أجبر الحكومة الحالية على الاعتراب بوجود وخطورة هذا النوع من التهريب مؤكدة أن هذا التهريب يتم عبر استخدام جوازات سفر المواطنين بطرق غير قانونية لإصدار البطاقات المصرفية التي يتم تهريبها خارج العراق لتصحب مواردها هناك من أجل خلق حوالات سوداء أو تهريب الأموال اقتصاديون أكدوا أن أي وسيلة للحد من تهريب العملة إلى خارج العراق لن تنجح بسبب سيطرة جهات متنفذة تابعة لميليشيات وأحزاب على السوق المالية ومعظم المصارف الأهلية من أجل الحفاظ على نفوذها وقوتها المالية من خلال عمليات التهريب للأموال والتي وصلت إلى أكثر من 350 مليار دولار منذ عام 2003 بحسب خبراء الاقتصاد عملية تهريب العملة الأجنبية تؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي الذي يشهد حالة من عدم إشباع الطلب على الدولار وهو ما يؤدي إلى رفع سعر الصرف الموازي عن السعر الحقيقي في السوق فضلا عن ارتفاع تضخم في الأسعار مما يعزز من فرصة حدوث ركود وخسائر فادحة للاقتصاد العراقي الريعي الذي يعتمد على النفط بشكل رئيس